اه السناب شات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيك العافية اه اتمنى بس تتكلم على موضوع الضابطات الامن الكويتيات اللي يدامون في المدارس تبع مناقصة وزارة تربية صار لنا ثلاث شهور صار لنا ثلاث شهور ما ناخذ رواتب وهما تبعت شركة انت بتعرف الشركة تسدي وانا اقول اسم الشركة ما بقى تواصل اعلامي ما توصلنا ما بقى امر ما كلمنا بخصوص رواتبنا وما شفنا ولا شيء ودائما الناس للأسف ما قاعد يلتفتون لنا احنا رواتبنا ما انزلت واحنا ضابطات الامن ما يسير ورانا التزامات ورانا امور كثيرة ما يسير واذا كلمنا الشركة قالوا ان شاء الله وان شاء الله وكله تشذب وما عطلونا لا حقوقنا ولا شيء ويا ريت الاخوان في وزارة تربية مثل ما قاعد يسلمون الرواتب حق الشركة اتمنى يراجعون الشركة احنا ما قاعد نسلم رواتبنا فانا من باب الفضول سألت الاخت هذه البنية الكويتية سألتها قلت لها ان شاء الله راح نتكلم في هذا الموضوع بس انا عندي سؤال كم رواتبكم شان تقول يأطلونا 250 ويقصون من عندنا انا ما بدش فيها التفاصيل انا هذه الرسالة وجهها حق الوزارات بصورة عامة وتحديدا وزارة تربية والوزارات اللي قاعد توقعون العقود مع هالعالم انا سؤالي ليش انتوا اليوم تحطون ارقبت الكويتي وارقبت هالناس هذي بيت هالشركات انا اسألكم سؤال واتمنى واحد من الاخوان يطلع يرد عليه كم شركة خلال فترة العشر سنوات ما بيقول عشرين لان عشرين راح تشبط طوفة من كثير الشركات خلال عشر سنوات نفس المشكلة هذي تاخذ رواتب من الحكومة وما تعطي الموظفين اتوقع العقود مع الشركة بالحكومة وتي تعين الكويتي بمئتين وخمسين ومئة ومئة وخمسين دينار نفس القضية باع الحراس نفس القضية نفس القضية صارت معاكم في وزارة التربية العام اللي طلعته وقلتوا احنا لازم يكون في تعاون والمدرسات وقاموا والمدرسات كل مدرسة راح تعمل تخدامتها من البيت وتغسل مدرسة وهذه الناظرة تغسل مدرسة شنو وهذه كذا كذا ليش؟ اضراب لان الشركة ما اضطتهم فلوس منه مسؤول وزارة التربية قومي يا وزارة التربية احنا ما لنا علاقة احنا عطينا الفلوس حق الشركة جماعة ما يصير ما يصير انتوا قاعد تخلوني الشركات هذه تلعب بدورينها ما يصير يا جماعة شنو ذنب العالم هذي انا موقع عقدي ياهم هذي الشركة ملتزمة مع الوزارة انت واليوم لازم يكون فيه اجراءات يا جماعة مو معقولة انا انا واحد ما لي علاقة في الشركات ولا لي علاقة في الموضوع مجرد ما قرأت الموضوع قلت علي الموضوع واي تتافه واي سهل يعني انت واليوم هذه الشركة ما تسعباني تحطنوا الموظف يتابع شغل الشركة هذه واي صعب الموضوع هذه الشركة كم عندها اقامات العالم خلك الكويتين الغير الكويتين اقاماتهم اللي عليها اللي هم المشرفات هذيلا وهذه الكوتيات مو عندكم انتو اوكي حلو عندنا احنا تعالي يا حبيبي ليش ما تي انت تسلم الرواتب ليش ما تسلم لا انا ما لي علاقة ابو عيدر انا المناقصة بعشرين مليون مع الشركة الفلانية اخوي انت علشان انت بتريح راسك ما لك خلق عوان راس مفاضي هذي مشرفة الامنيات هذي مايات هذي الفراشة دشة المدرسة ما دشة المدرسة ما لي علاقة بالموضوع انا بيه راسي تعال حبيبي كم عددهم هالكثير عشرين مليون تفضل هاي عشرين مليون كم رواتبهم شهرية رواتبهم بالشهر مئة الف تفضل هاي كل شهر شيكي مئة الف تعطيهم ما تعطيهم مشكلتك انتهوا يداومون ما يداومون مو مشكلة اتروح اتيب خدم اللي منحاشين من الجليب وادخلهم في المدارس مو مشكلة هذا كلها مو مهم يصير في مشكلة على الطلبة ما يهمني المهم انه انا بالوزارة مريح راسي ما ليه علاقة في هذا الموضوع وصارت كارثة اطلع في بيان وزارة التربية تفيد بان الشركة التي تم اختلاسها المبلغ الفلاني لن نتحقق ليش ليش هذولة شنو ضمون بكوتيات اليوم ما يستلمون رواتم مدة 13 ليش والوزارة داع بحق الشركات وانا ارجع اكرر الاخوان في وزارة التربية تمون اسم الشركة وانتو انا اعتقد ان تعرفون الشركات هذي واضحة ليش مشكلة مو يديدة عندنا ياها ليش كل مرة نرجع نفس المشكلة وانا اعطيتك ثلاث امور قلت لك هذي لها عشان اقول لك المسمة بالضبط ما لهم اللي قلت لك ياها اول حين ضابطات الامن الكويتيات كهوة هذا الحين قبلها حراس المدارس رايح حط لك باشا حراس المدارس بعد قبلها الفراشات قبلها سواق الباصات يعني ما يصير ما يصير ليش تحسوين هذي مشكلة ازلية من الصعب اننا نحلها احنا جدا صعب نحلها شون حلو الله ابو عيدر اقوله شون تسوي كنت رول صعب الموضوع وايد صعب وايد صعب صراحة ما يصير يا جماعة وقلنا لكم من قبل يعني اذا كل يا جماعة سووا شركة حكومية اذا انت واليوم انتم قادرين سووا شركة حكومية شركة حكومية تابعة وزارة التربية اهي تعين وهي تعطي رواتر ليش تخلون هالشركات هذي ياخذ من عندكم العقد الشخص بربع مئة دينار ويعطيهم على مئتين وخمسين دينار ويا ريت عليه بالعافية يا ريت يعطيهم مئتين وخمسين دينار يا ريت ما يصير يا جماعة